العمال الأسرع في هذا العالم لم يستطيع أحد التفوق عليهم مرحبا أصدقائي بالطبع تعرف أن الإنسان له قدرة لا حدود لها فبإمكانك تفقد موسوعة جينيس للأرقام القياسية لترابي نفسك لكن على الرغم من ذلك وبدون سبب اقتصر البحث عن أشخاص ذوي مهارة مذهلة بين الرياضيين وعلى يوتيوب وفي أماكن أخرى مذهلة وهذا هو ما اعتدنا عليه لكن الآن حان وقت التغيير لأن الأشخاص الموهبون الحقيقيين مختفون في أماكن لا يمكن تصورها حتى فمنهم الطبخون وعمال بناء وموظفون ومحترفون حقيقيون في مجالهم هل تريد بالفعل التعرف على هؤلاء العاملين الموهبين ذوي السرعة الفائقة إذن لنبدأ الآن في المرتبة الأولى لما الحاجة لآلة لصنع السجائر طالما بإمكانك فعل هذا بسرعة رهيبة بيدك فهذا الشاب قد وصل إلى تلك المرحلة من السرعة بعد وقت طويل في عمله فبسبب سرعة يديه يجعلنا لا نفهم من الوهلة الأولى ماذا يفعل في المرتبة الثانية يبدو أن تلك الفتاة بكل تأكيد تملك نفس موهبة الشاب الذي تحدثنا عنه منذ قليل فهي أيضا تعمل في تصنيع السجائر بسرعة مذهلة من المحزن جدا أن لا أحد يعرف عنهما شيء فقد تخيل ما قد يمكن أن يحدث لو عمل هذين العاملين السريعين معا في المرتبة الثالثة عين باكية وأنف أحمر اللون ووجه مليء بالدموع ولا تستطيع رؤية شيء هل تعتقد بأننا سنتحدث عن شيء رهيب؟ في الواقع أنا أقصد بكلامي هذا تقضيع البصل فبالطبع تتفق معي أن هذا من أصعب المهام داخل المطبخ لكن هناك حل لتجنب حدوث هذا لك فقد كل ما ستحتاجه هو تعلم كيفية تقضيع البصل بسرعة فائقة تماما كهذا الطبخ فكما تشاهد لا دموع في عينيه على الإطلاق في المرتبة الرابعة العديد من الأشخاص في يومنا هذا أصبحوا قلقين للغاية من أن تحل المكينات والروبوتات مكان الموظفين والعمال بشكل كامل عدا هؤلاء العمال فهم يعملون أسرع من أي آلة على الإطلاق في المرتبة الخامسة تبدو الحياة اليومية بمصنع الصابون هذا الذي يقع بمدينة نابلس هذه أللغاية حتى تلك اللحظة فشاهد تلك اللحظة التي يقوم فيها العمال بطرق ألواح الصابوني بالمطرقة بكل سرعة هذا مثير جدا للعجاب في المرتبة السادسة أنا متأكد تماما من أنك لم تفهم من النظرة الأولى ما تفعله تلك العاملة السريعة هل فهمت الآن؟ حسنا لا تقلق فسوف أشرح لكم فتلك السيدة تقوم بلسق البطاقات على القماش بسرعة كبيرة في المرتبة السابعة إذا سفرت يوما إلى تايلاند فيجب عليك أن تزور هذا الرجل لا نعرف كم لذيذة هي تلك المثلجات لكن تستحق بالفعل تجربتها لرؤية السرعة الرهيبة التي يمتلكها هذا العامل المحترف على الأقل في المرتبة الثامنة هل ذهبت من قبل إلى مغسلة السيارات؟ فوجدت أن العمالة بطيئون للغاية فيجعلك هذا تموت من الملل خلف عجلة القيادة خوفا من أن تصل متأخرا هذا بالطبع لأنك ذهبت إلى مغسلة السيارات الخطأ شاهد هذا في المرتبة التنسية ماذا كنت لتفعل؟ إذا كنت تعمل في تشييد مبنى عال وكان هناك نقص في الألواح التي يقف عليها العمال في بعض الأجزاء في تلك الحالة لا تفقد سيطرتك واتقن عملك واستخدم مهاراتك لكي تظهر للجميع روعة العمل في جماعة وهذا هو ما فعله عمال البناء هؤلاء في المرتبة العاشرة إذا كنت تعمل نادلا في مطعم وحزين لأن الزبائن لا يعطوك بقشيشا كافيا فعليك إذن التعلم من هذا الشاب في المرتبة الحادي عشر هل قمت من قبل بتنظيف فاكهة الخرشوف؟ إذن فأنت تعرف بطبع بأنها مهمة غير سهلة وطويلة ودقيقة للغاية لكن أحيانا تكون المشكلة بسبب نقص الممارسة فهذا العامل يحتاج فقط إلى عشر ثوان لكي ينتهي من تنظيف خرشوفة واحدة في المرتبة الثاني عشر هل تعلم أن هناك منافسة يتوجب على المشاركين بها أن يكونوا سريعين للغاية في تشهيل سقف المنازل؟ حسنا، الآن أصبحت تعرف وهذا هو الشخص الذي فاز بتلك المنافسة لعامين متتاليين في المرتبة الثالث عشر أما هذا الشخص فهو يعمل على تشهيل أسقف المنازل لا تعلم ما إذا تلقى جائزة أم لا لكننا متاكدون تماما من أنه يستحقها في المرتبة الرابعة عشر المثير في هذا الفيديو الذي ستراه هو أن الذي يستغرق وقتا أكثر هو طلب الوجبة وليس عدادها أتمنى أن يكون سريعا في كل الجانبين في المرتبة الخامس عشر هل تعتقدون حساب تكلفة كل المنتجات المتواجدة في رفوف أحد المتاجر في أربعين ثانية أمر مستحيل؟ إذن شاهد بعناية ما يفعله هذا الرجل في المرتبة السادس عشر عندما ترى فيديوهات لأشخاص يعملون بسرعة فائقة بأدوات حادة فبالطبع تصاب بالتوتر والقلق دون قصد ولهذا استعدى لكي تشاهد شيئا سيثير توترك فأتمنى أن تستطيع بالفعل ملاحظة سرعة هؤلاء العمال المحترفين وهم يصنعون الطباشير دون أن تكترث لتوترك في المرتبة السابع عشر نحن متأكدون تماما أن جميع أصحاب المصانع يحلمون بعمال وموظفين تماما مثل هذا العامل فهذا العامل يعمل بسرعة رهيبة ومشاهدته بالفعل أمر ممتع للغاية وخاصة بالنسبة لمن قام بتسجيل هذا الفيديو له في المرتبة الثامن عشر لدينا هنا عامل محترف آخر فهو عامل البناء الأسرعي في العالم فإذا تعقدت معه لترميم منزلك فسينهي عمله بكل المنزل فقط في ساعتين لكن عندما تراه يعمل بتلك السرعة ستعتقد على الحال أن الحائط بالنهاية سيكون به العديد من المنحنيات وغير مستوى لكن هذا ليس صحيحا فنتيجة عمله رائعة بالفعل كما لو كان يعمل في ساعتين وليس في دقيقتين في المرتبة التاسع عشر إذا أوصل البيتزا إلى منزلك بسرعة رهيبة فربما كان هذا الشخص هو من قام بأعدادها فالغريب أنه يحتاج لثلاث عشر ثانية لتعبية اثنين من البيتزا في المرتبة العشرون لدينا هنا أيضا طريقة أعداد سريعة تماما كأعداد البيتزا فهذا عامل آخر مع أعداد حدى أي استعد للتوتر مرة أخرى لكن لا تخلق فلم يتعرض أي من هؤلاء العاملون للجرح خلال قيامهم بتنظيف جوز الهند فلهذا اطمئن وشاهد واستمتع بهذا العمل ذو السرعة القصوى في المرتبة الواحدة وعشرون عند ملاحظة تلك السرعة التي يملكها هذا الموظف في حساب الفواتير ستحلم أن يكون كل موظفي مكاتب البريد في هذا العالم بهذه السرعة لكن الأحلام لا تكلف شيئا لتتابع مشاهدة الفيديو وللنظر إلى الجانب المشرع بأن هناك مكتب بريد على الأقل به موظف سريع والآن أصدقائي إذا كنت تبحث عن تكنولوجيا جديدة واختراعات عظيمة وكل اهتماماتك متعلقة بالمستقبل وتعجبك الآلات الضخمة ولكنك تخيل الحياة بدون ماكينات وروبوتات إذن قم بزيارة قناة هل تعلم علومة تكنولوجيا وستجد كل هذا وأكثر تركت لكم الرابط في الوصف أسفل الفيديو إذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في قناة جميع الحقوق محفوظة لدى قنوات هل تعلم اشتركوا في القناة